في السادس والعشرين من حزيران سنة 1987 دخلت الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب حيز التنفيذ ومن ثم أعلنت الأمم المتحدة ذلك اليوم من كل عام يوما عالميا لمساندة ضحايا التعذيب هذا الزابت عم يضربنا ويسابنا وعلى الرغم من مرور عشرات السنين على توقيع تلك الاتفاقية لا يزال التعذيب يمثل حدثا متكررا في العالم ولا سيما في المنطقة العربية في ظل ما تعانيه أكثر البلدان العربية من واقع سياسي متأزم وأنظمة حكم لا تتورع عن كبت الحريات وتكميم الأفواه واعتقال المعارضين بل وقتلهم كذلك وتكتب السجون العربية بعشرات الآلاف من المعتقلين أو ربما مئات الآلاف لا سيما خلال العقد الأخير الذي أعقب انتفاضات الربيع العربي إذ يصعب تحديد الأعداد بدقة نظرا لغياب الشفافية في البيانات الرسمية بشأن أعداد المعتقلين وظروف احتجازهم وإن كشفت تقارير المنظمات الحقوقية الدولية وتقارير مفوضية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة عن انتهاكات بالغة ترتكبها الأنظمة العربية ضد المعتقلين في سجونها بهدف إذلال وكسر عزيمة المعارضين السياسيين وإرادتهم حتى يتركوا مساحات العمل العام أو لإجبار بعض المتهمين على الاعتراف بجرائم ربما لم يرتكبوها وبحسب ناشطين حقوقيين تعرض سابقا للاعتقال والتعذيب فإن المجتمع الدولي يقف موقفا متفرج على ما يجري في السجون العربية من انتهاكات إذ تعلو لغة المصالح المتبادلة بين الحكومات على لغة المبادئ وحقوق الإنسان وحتى لو صدرت بيانات من هنا أو هناك تنتقد حالة حقوق الإنسان في بلد ما فلا يزيد الأمر عن استخدام ذلك للضغط على الحكومات المتهمة بارتكاب هذه الاتهامات من أجل تحقيق مكاسب سياسية أو اقتصادية دون اتخاذ أي إجراء حقيقي يوقف تلك الجرائم أو يحاسب المجرمين